تحية لقناة الفجر المغربية والحقيقة أود أن أتحدث عن دور المملكة المغربية الشقيقة فيما يتعلق بالأزمة الليبية حقيقة المملكة المغربية لعب الدور مهم وأساسي في طار المغرب الكبير وأيضا في طار العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا فكان لها دور مهم في الأزمة الليبية ابتداء من اتفاق الصخيرات والذي أنتج المزلس الرئاسي وأيضا كان لها دور بعد ذلك بعد القتال أو الحرب التي شهدتها ليبيا قبل عام ونص فقد لعبت المملكة المغربية دور مهم جدا في جمع الفرقاء جمع المجلس الرئاسي وأيضا البرلمان ومجلس الدولة في لقاءات في الصخيرات وفي أبوزنيقة وكان هذا الدور بالتوازي مع دور الأمم المتحدة وقد توجد ذلك باتفاق إنشاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والتي بدأت عملها قبل ثلاثة أشهر من الآن وبناء على وقف اطلاق النار وأيضا بناء على التفاهمات في الجانب العسكري بناء على مخرجات برلين وأيضا وقف اطلاق النار في 30 أكتوبر 2020 واستمرت الجولات واللقاءات من خلال الدور المغربي المهم الجانب الثاني نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية والتي حصلت على التقى من مجلس النواب وشكلت الحكومة طبعا وبدأت الآن تعمل على ملفات مهمة في المشهد الليبي أهمها طبعا موضوع خروج المرتزقة للقوات الأجنبية من ليبيا أيضا وفتح الطريق الساحلي وأيضا في طار متابعة لجنة 5 زي 5 التي تجتمع في سرط أيضا أمامها ملف آخر وهو ملف الإشكاليات الاقتصادية وإيجاد معالجات للمعاناة التي يعانيها المواطن الليبي كموضوع السيولة وأيضا موضوع توفير الخدمات الصحية وأيضا إيجاد حلول اقتصادية يومية للمواطن الليبي أيضا موضوع آخر يواجه الحكومة وهو موضوع التعامل مع المجموعات المسلحة داخل ليبيا وهذا الموضوع أيضا من أهم المواضيع التي تعتمد عليه مدى جدية الحكومة ومدى نجاحها في هذا الملف بالإضافة كما أسلفت عن موضوع خروج المرتزقة ومن خلال الجولات التي قامت بها رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية من خلال زياراتهم إلى تركيا وأيضا زيارة إلى روسيا الاتحادية وأيضا زيارة إلى إيطاليا وأيضا دعوات الصادرة بضلوط خروج المرتزقة من أجل إتاحة الفرصة للتجهيز للانتخابات المزمع عقدها في 24-12-2021 هذه الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن مجلس الأمن ومن الاتحاد الأوروبي وأيضا من دول الجوار بضلوط خلال ليبيا من المجموعات المسلحة وأيضا القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودين في ليبيا الآن الحكومة قدمت الميزانية قبل أسبوعين ولكن المجلس النواب أرجعها للحكومة من أجل تعديل هذه الميزانية وتم تعديلها وتم تسليمها لمجلس النواب من أجل إقرار هذه الميزانية حقيقة أنا كمتابع أرى أن من أهم الملفات التي يجب أن تعمل عليها الحكومة هي موضوع الاستعداد للانتخابات الآن الانتخابات في ليبيا هناك لجنة حوار تجتمع في تونس هذه اللجنة تناقش موضوع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتار نقاش هل الانتخابات البرلمانية هي تمهيد لاختيار الرئيس من مجلس من البرلمان أو بالانتخاب المباشر حقيقة غالبية الليبيين يرغبون في أن يكون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة هذه الأمور التي تشهدها الساحة الليبية مرة أخرى نجدد الشكر إلى المملكة المغربية الشقيقة والتي أنا شخصيا أحمل لها كل الاحترام والتقدير والاعتزاز والتي منحتني فرصة للدراسة وتحضير المجلس تير في المملكة المغربية الشقيقة وقد عشت فيها السنوات تعرفت فيها على طيبة وكرم أهلنا في المغرب وأصالتهم وهذه البلد الكريم وما يتبتع به من تاريخ عريق وأيضا من كنوز تاريخية وسياحية وأيضا الآن المملكة المغربية يعني باعتبارنا نحن متابعين للمملكة حيث تشهد العديد من الإنجازات الحضارية والتاريخية التي تحققت في المغرب شكرا لكم وأحييكم على هذه الفرصة قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا فلاشين يوتيوب أو فعلوا جرس باش يوصلكم الجديد أو زوروا الموقع دينا على شبكات التواصل إجتماعي اشتركوا في القناة